اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة مرنامجكم حديث عراقي يوم السادس من شباط الحالي قدمت الممثلة الخاصة من رحمة الممتحدة في العرار جينير بلاس خارت ما يسمى إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن عن وضع العراق هي تقدم خلاصة عن وضع العراق شهرية فهذه الخلاصة قدمتها لشهر كانوا الثاني شهر الأول من عام 2024 وتحدثت بها جملة من قضايا لكن أهم قضايا تحدثت بها هي ثلاث قضايا وقضية أخرى رابعة سنة تحدث عنها في النهاية القضية الأولى التي تحدثت عنها تحدثت عن ضرورة وقف الهجمات المتبادلة بين الميليشيات والقوات الأمريكية في العراق لأنها مثل ما قالت ستؤثر على استقرار العراق وتؤدي إلى تراجع استقرار العراق الذي تحقق بشكل أنفس يعني هي أعتقد أن العراق مستقر يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع وقالت أن العراق على حافة الهاوى المنطقة على حافة الهاوى بسبب ليس لأن العراق بفوضى ومصايب وخراب ودمار وأن العملية السياسية التي صممت لهم من الاحتلال لحد الآن يعني أهلكت العراق وهلكت العراقين ودمرتهم ومخرجاتها كلها فساد وخراب ودمار وميليشيات وطائفية لا هذا ما تحدثت عنه بعد خمس سنوات من وجودها في العراق تحدث عن هذه القضية أنه خاف المنطقة الخارجية خاف الإقليم يؤثر على العراق ويؤدي إلى ضياع استقراره وهناك ميليشيات يعني هي قوة يعني هي ما سمتها ميليشيات قالت يعني وقف الهجمات الداخلية من داخل العراق وخارج العراق لا تستطيع أن تسميها ميليشيات المهم هذه النقطة الأولى تحدثت عنها ويتعرف جيدا أن هناك ميليشيات وهذه الميليشيات مدعوة من إيران وهذه يد إيرانية تستخدمها إيران يعني كل الدنيا تعرف تستخدمها الإيران المشاكسة مع أمريكا قضية لا لها علاقة بغزة ولا لها علاقة بفلسطين ولا لهم علاقة بهذه القضية أما يأخذون هذا الشعار لقى يبرروا أفعالهم هذه قضية أخرى مثل ما يبررون أفعالهم عندما يرتدون اللباس الديني والعمة ودعون أنهم يعني حريصين على الإسلام والمسلمين وهذه أيضا كذبة كبيرة لأنه الذي يحرص على الإسلام والمسلمين وهو مسلم لا يفسد لا يقتل لا يهجر الناس لا يشيع الطائفية لا يؤدي إلى خراب البلد لا يعني يسرب أموالها للخارج ويسرقها ويجزها الإيران لا يوقف كل نشاطات الحياة لا التعليم بي سيء لا يفتح المجال للمخدرات والشعاب كله لا يزيد الفقر عنده ولا يزيد البطالة ولا يزيد الأمراض ولا الخدمات معدومة في المستشفيات وغير شيء هذه قضية معروفة جدا النقطة الثانية التي تحدثت فيها عن الاستقرار هي تقول أن استقرار العراق الآن تحقق بشق الأنفس فيه تعتقد أن في العراق استقرار والاستقرار وهي امرأة أوروبية جاية من مناخ وبيئة أوروبية كانت وزيرة الدفاع في هولندا هولندية هي وأوروبا كلها تدعي أن كل ديمقراطيتها وكل حياتها وكل إنتاجها وكل صناعتها وكل تقدمها وازدهارها يعود إلى الاستقرار فمفهوم الاستقرار هو أن هناك حكومة وهذه حكومة منتخبة من الشعب استقرار سياسي ومتحدثون وتشارك الشعب والشعب يشاركها وهذه تصل إلى السلطة بالتنافس من خلال العمليات السياسية غير العنيفة وتمتع الناس بالمنافع والخدمات وتسعى إلها وشروط أساسية توفرها يعني هذه السلطة عندما تكون في أي بلد يجب أن توفر خدمات للإنسان لكل الأساسية لكل المواطنين ما تفرق بيناتهم عدالة إدارة موارد الدولة بشكل نزيه وبدون فساد تمكين الناس من الوصول إلى وظائفهم وإلى ما يحتاجونه بجهودهم، بشهاداتهم، بقدراتهم، بجهودهم، والاعتدال السياسي، والمحاسبة، هذه كلها غير متوفرة عندنا، إذن الشروط، العراق خارج سيطرت هذه الشروط والعراق خارج سيطرت أن يكون هو دولة ويسيطر عليها العراق بميليشيات ومنظومة مسيطرة على السياسة والاقتصاد والمجتمع والأمن منظومة من الميليشيات والعصابات تتحكم بكل شيء والعراق من سيء إلى أسوأ وهي تعرف هذا لأن الاستقرار ضرورة توفير بيئة مناسبة هم يقولون الأوروبيين مواتية لكي يعني يوصل للبلد مسيرته، يحقق أهدافه وهذا طريق الاستقرار والتقدم يحتاج إلى هذا وضبط النفس مع كافة الأطراف وهذا كل جزء من عنده فلا معنى مثل ما تقول كل دول الأوروب فلا معنى لسيطرة القانون دون وجود الاستقرار حتى القانون هذا الذي يحترمونه ويتحدثون به ليل نهار يقولون أنه لا معنى لسيطرة هذا القانون لم يكن هناك استقرار ويوضيفون على ذلك أنه لا معنى للدولة ما وجود للدولة إذا ما موجود استقرار بطالة، فقر، خدمات غير موجودة تعليم في أسوأ حالاته، المستشفيات في أسوأ حالاته وعندنا إضافة إلى كل ذلك وهي تعرف بالسخارت فتحدث عن استقرار كيف هذا الاستقرار لدينا أكثر من ستة مليون موظف بالدولة عسكرين ومدنيين ضيف لهم المتقاعدين، ضيف لهم الرعاية الاجتماعية فبالتالي يطلع عشر ملايين عراقية يأخذوا الرواتب من الدولة هذه تشكل حوالي سبعين، خمسة سبعين مليار دولار يعني حوالي سبعين إلى سبعين إلى خمسة سبعين بالمئة من الموازنة السنوية فكيف تبني بلداً مستقراً؟ إذا ما بيستثمار، ما بيستثمارية، ما قادر يبني، ما قادر يسوي خدماتها، ما قادر يطور بنات تحتية كهرباء ويتعرف أيضاً بالإصخارة، الكهرباء صارتنا عشرين سنة، صرفوا عليها، هم يتحدثون عن أكثر من مئة مليار والكهرباء في كل صيف وفي كل شتاء في كل يوم أكو مشكلة والناس متزود بالكهرباء، ربما تنقطع الكهرباء عنهم ثمانين وعشر ساعات متقطعة، يعني مستمرة، هكذا هكذا يحصل فساد وخراب وتدمير عشرة مليون مواطن يأخذون موظفين عدة دولة فبالتالي أنت عندك موظف لكل عشر عراقيين بينما المعايير العالمية تقول أن موظف واحد يأخذ من الدولة راتب مقابل كل مئة واحد بينما عندنا واحد مقابل كل عشرة لاحظوا، يعني حتى في ألمانيا موظف واحد أمام مئة وخمسين في مصر موظف حكومي لكل خمسة وعشرين حتى في مصر يعني اقتصاد التعبان وعدد نفوسها عالي جدا أكثر من مئة مليون مواطن لكن مع ذلك هناك موظف لكل خمسة وعشرين مواطن في العراق النسبة الأعلى في العالم وهذا شكل عبئ، عبئ كبير فمن يتحدث عن بناء وازدهار ونهوض كذبة كبيرة لأنه لا يوجد شيء النقطة الثلاثة التي تحدثت عنها بشكل سريع لأنه الوقت يدركنا تحدثت عن الانتخابات الانتخابات التي جرت في مجالس المحافظات التي جرت قبل أكثر من شهرين حدثت عنها قال تمت بطريقة سلمية بشكل سليم ومحطة هاية أخرى بجهود الحكومة هل كذبة شنو؟ هي تعرف أن أكثر من تسعين بالمئة من العراقين لم يشارك في هذه الانتخابات أن تمتدع انتخابات لم يشارك بها الشعب العراقي كيف يمكن امتدعها؟ هل تقبلها في دولتها؟ لا تقبلها لكن في العراق لأنه بلد هم يعتبرونها متخلف ويردون هذه التجربة أن تبقى متخلفة ويبقى العراق ضعيف أنه متخلفة لذلك مقبول هذه التجربة هي هذه الانتخابات والانتخابات تعرف أن هذه الأحزاب والقوى الطائفية التي تحكم العراق بالحديد والنار وبالفساد هي التي شاركت فيها وهي التي سترت على المحافظات فكيف يمكن مدى هذه الانتخابات؟ هذا شكل الخطاب الذي وجهته والذي يسموه إحاطة إلى مجلس الأمن التي قدمتها بالإسخارة وهي سيئة جداً جداً نقطة أخيرة هي تحدثت بها قالت أنه في الشهر الخامس ربما سأذهب تهت الخمس سنوات فستذهب وسيأتي بعدها سيطبق نفس الطريق لأنه قبلها نفس القضية وكانوا ناطقين باسم الحكومات المتعاقبة في العراق كانوا يدافعون عن حكومة لا يدافعون عن الشعب لا يصفون الحال مثل ما هو خمس سنوات بالإسخارة لم تصف الحال مثل ما هو وأثبتت أن الأمم المتحدة أدات لدمار العراقين لقتل العراقين مساهمة في خراب العراق وجعل العراق متخلفاً وضعيفاً مثل حال أمريكا مثل حال إيران مثل حال هذه كل الدول التي تسعى لأن يبقى العراق ضعيفاً هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم